هل نتوقع أن تنتهي جائحة كورونا بحلول عام 2022؟ بإذن الله خلينا نقول هل إحنا هنتعايش مع فيروس كورونا؟ هل يمكننا نتعايش؟ نتعايش يعني مثلا كيف؟ هل إحنا مثلا على سبيل المثال في الأعوام اللي إحنا كنا بدون الجائحة بدون الجائحة هل كان يوجد لدينا 2.5 مليون بني آدم يدخلوا الحج؟ صح؟ هل منهم أعداد كبيرة كانوا يصابوا بأمراض تنفسية؟ يعني زي الإنفلونزا ويجلسوا في بيوتهم وتعباني؟ كثير جدا صح؟ هل كانت بتتعرض المستشفيات إلى الشلل بعد الحج؟ نعم بسبب الإنفلونزا؟ بعض الأحيان تزداد عليهم بس ما زلت كنت ستلاقي في سرير عناية مركزة لهذا صح؟ صحيح يصير إحنا لابدنا نقول إيش الفرق هذا العام؟ عن العام الماضي عن متوقع العام القادم العام الماضي ما كان عندنا أي حل آخر علشان نمنع الشلل نأكد على كلمة الشلل في القطاع الصحي نعم إلا أننا نكون في عزل منزلي كامل هذا كان الحل الوحيد نعم حل عام 2021 أخذ التطعيم حل 22 إننا نصل إلى درجة من التطعيم جدا كبيرة بحيث أنه اللي يصابوا يصابوا ويجلسوا في بيتهم يأخذوا حبوب بنادول يأخذوا حاجة دافية ثلاث أيام ويصبحوا كويسين لكن ما حيروحوا كلهم المستشفيات بكل بساطة لو جبنا مية مصاب من الكورونا هنحتاج المتوقع علميا إنه 5% منهم 5% لو أنتشر يحتاجوا عناء مركزة خلاص نعم فيصير لو قلنا كان فيه يوجد مليون شخص أصيب واحد مليون إنت جبت 2.5 مليون أو 3 مليون للحج مع العاملين مع كله ستوصل لأكثر من 3 مليون أنتشر الوباء بدون تطعيم نعم هيصير الخمسة في المية على الأقل إنت تحتاج خمسين ألف سرير عناية مركزة وهو حاجة ممكن أن تخلي القطاع الصحي كل يوقف فبالتالي إذا كان التطعيم صح موجود فيه حالات بس لكن مو كلها محتاجة أقل من واحد في المية يحتاج سرير عناية مركزة يصير إنت تقدر ترجع تتعايش مع كورونا نعم هو هذا المتوقع بإذن الله إذن لا زال الحل في أيدينا نعم لا نقول إحنا هتنتهي الجائحة خلينا نقول هل هنقدر إحنا نتعامل معها علشان نمنع الإصابات الزيادة أنا أبغى أسأل هل أحد يقدر ينكر أنه بريطانيا أعلنت وهم أكيد أنهم متعلمين صح في بينهما هل ما أعلنت أنهم هم بدون كما مات خلاص أعلنت ورجع هل ما زالوا بيشوفوا فيه ازدياد للحالات مع ديلتا نعم لكن ما زالت كمية أعداد الأشخاص اللي بيدخلوا المستشفيات والعناية المركزة منخفضة علشانهم حاصلين على لقاحين وليست وحدة اثنين فبالتالي إحنا الآن ما زال عندنا طريق علشان نوصل لهذا الحل نعم